للذهاب إلى هذا المؤتمر الصحفي لوزيراء الخارجية البنزويلي والروسيا الآن عبر هذه الزيارة دعونا نستمع أكثر لذلك نعمل على مشاريع خاصة ومعينة مع شركات روسية ونستمر في طعمق هذا التعاون ونأمل أننا سنتفق على الأسليب المعتمدة والتي ستسمح لنا بالالتفاف على العقوبات والظروف الحالية أسليب ستمكننا من التوصل إلى اتفاقات ملموصة ونرى أن روسيا مستعدة لفعل ذلك حاليا من خلال استخدام أنظمة المدفوعات مثل ما تستخدم روسيا مع صين والهند ورغم الحصار المفروض على روسيا نرى أن أكثر دول تشاركوا بالتعاون مع روسيا في عقد اتفاقات هي ما بين هذه الدول ونرى أيضا أن بعض القرارات الملموسة والمعينة قد تمكننا من توسيع التعاون بيننا وذلك على أمل التوصل إلى مشاريع إضافية أما فيما يتعلق بممارسات الصحفيين الروس خارج حدود روسيا فقد علقنا مرارا على هذا الموضوع فملاحقة الصحفيين الروس بدأت منذ فترة طويلة إذ بدأت عبر عزل بعض الصحفيين ثم تحولت إلى عزل الصحفيين الروس جمعيا على الأراضي الأوروبية وأيضا في في أوكرانيا وفي دول البلطيق لم نرغب في البداية أخذ أي تدابير ردي على ذلك ولكن بعدما رأينا كيف يعاني الصحفيين الروس بعد تقويد كل الاتفاقيات التي تمت وصل إليها منذ زمن بعيد في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن إيصال المعلومات لأي مواطن وفي أو دولة سواء داخل الحدود أو خارجها نعلم أن تم تقويد هذه الاتفاقيات سريعا من قبل الغرب والمواطنون الروس الذين يمارسون الصحافة والمهام التي يقومون بها لإيصال الحقيقة وإيصال الرأي الآخر للشعوب وللجمهور قد تعرضوا لتصرفات لا يمكن الصمت عنه وبالتالي اطرنا إلى أخذ إجراءات ممثلة ومقابلة التي فقيت ومتعددة الجهات التي يتكلمون عنها والتي تعد قانونا لبعض الدول يتجاهل الآن الغرب وينتهكها ويقدم قواننا خاصة به وغريبة عن ذلك ونعرف أن الاتحاد الأوروبي سيقرر ما يعد حريات الصحافة وما هو بروباقاندا كما يقوم به الشركاء الفرنسيون حيث ثرح الرئيس الفرنسي إمانيا الماكرون مرارا وتكرارا عن تسائلتها لماذا تمنع قنوات مثل أرتي وستو بوتنيك من الحصول على اعتمادات من المشاركة في بعض الأهداف وقال أن هتين المؤسستين تتمارسا لبروباقاندا ونحن لم نبدأ هذه الحرب ضد الصحافيين بل نحن مهتمون بإنهائها ولكن لا أرى كيف يمكن للغرب أن ينهي هذه التصرفات العابثة لأن لا يمكن التوقف عنها بدون أن يفقض ما أماشه مرحبا السؤال لسيد لفروف وزير الخارجية الروسية كيف ترد الحكومة الروسية على تصريح وزير الخارجية الفنلندي بأنه من غير الضروري انتشار الأهداف العسكرية للنيتو على فنلندا وزير الخارجية الفنلندي تحدث عن مواطف مختلفة حين كانت فنلندا ملتزمة بصفة الحيادية ولكن حين صرح حلف النيتو برغبته إدخال فنلندا ضمن صفوفه غيرت فنلندا موقفها ومنذ فترة قريبة ومن خلال إحدى المقابلات صرحت بأننا لا نرى أي تهديدات الآن قادمة من الأراضي الفنلندية وقد وقد سجلنا ما صرح به وزير الفنلندي خفست وحين يقوم الأمريكيون بنشر البنى التحتية العسكرية لنيتو على الأراضيه لا يمكن للوزير أن يرفض ذلك وهناك من صرح بأن أحد المسؤولين الفنلنديين هي دعو لإقامة قاعدة عسكرية لنيتو على الأراضي الفنلندية نحن الآن لا نرى أي تهديد لأمننا من الأراضي الفنلندية إلا أن نقيم وندرس وندرس ونحسب كل الخطوات اللاحقة التي ستخص والتي قد تهدد أمن روسيا ولكن قبل قول شيء علينا أن نتسأل ما إذا تنبؤات السيد خفيس أي الوزير الفنلندي ستتحقق بعد رغبة فنلندي بنشر البنى التحتية العسكرية على الأراضي الفنلندية شكرا مع للوزير نقلت بكالة رويترز عن السفير أوكرانيا بتركيا أنه في تركيا تم احتجاز سفينة نقلت حبوب أوكرانية علقنا على هذا الموضوع بشكل واسع وعلينا أن ننظر في هذه المسئلة نعرف أن هذه السفينة التي احتجزت سفينة روسية وكانت تسير تحت العالم الروسي وتعود لكزاخستان وتحمل الحبوب باتجاه تركيا ويجب النظر في هذه المسألة والتحقيق فيها عبرنا عن مواقفنا فيما يتعلق بالحبوب ومن غير المقبول إجراء أي أزمات الصناعية ومصطنعة تجاه مسألة الحبوب والتي يعقدها الغرب من خلال فرض عقوباته ولا سيما فيما يتعلق بدخول صفن الموانئ وغيرها أما فيما يتعلق بالحبوب الموجودة في الموانئ الأوكرانية فكل ذلك يعتمد على رفض الرئيس الأوكراني فلودمير زينيسكي بفك الألغام من الموانئ والتي وضعوها بأنفسهم وبالتالي حين يقوم القرب بوضع في سلة واحدة تنظير الحبوب الروسية بالإضافة إلى الأسمد وذلك في نفس سلة رفع أو أو فك الألغام من الموانئ الأوكرانية فحينها أثق أن دول البحر الأسود تدرك تماما ولسيما تركيا الموانئة بأنه يتم تنفيذ اتفاقية من روف والتي ربما بإمكانها أن تساعد في حل هذه المشكلة التي تم صناعها بسبب الأزمة الغذائية مرحبا بكم السؤال لمعالي الوزير لفروف كيف تعلقون على طرد ديبلوماسيين الروس من بلغاريا وهل يدر الحديث عن إغلاق السفارة الروسية في بلغاريا التعليق واضح جدا بشأن هذا الموضوع هذا إجراء غير مستقل تقوم به وزارات الخارجية البلغارية حين تعمل بلغاريا على تنفيذ إذن كان هذا هو المؤتمر الصحفي المشترك لوزاري خارجية روسيا سيد سيرجي لفروف وفنزويل السيد كارلوس فارية الذي يجمعهم بالطبع عقوبات أمريكية على البلدين وأيضا متحدثا عن شأن الأوكراني وتداعيات الاقتصادية في هذا المجال